أهلا بكم مشاهدين الكرام في رحلة جديدة عبر أسرار الكون التي لا تنتهي ومن بين أعظم هذه الأسرار يبرز مفهوم الزمان والمكان الذين اعتبرناهما دائما كيانين منفصلين تخيلوا معي للحظة أنكم تصفون موقع صديق لكم ستحددون الشارع والمدينة وربما رقم المبنى والطابق هذه كلها إحداثيات مكانية تصف أين يوجد صديقك لكن هل هي كافية لتلتقوا؟ بالطبع لا فأنتم بحاجة لتحديد متى ستلتقي هذه المتى هو بعد أساسي في وجودنا إنه الزمن في حلقة اليوم سنغوص في رحلة مثيرة لنكشف كيف دمجت النظرية النسبية هذين الكيانين منفصلين ظاهريا في نسيج واحد يعرف باسم الزمكان وكيف أحدث هذا الدمج ثورة في فهمنا للواقع وغير كل ما نعرفه عن الكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم نحن نعيش في عالم ثلاثي الأبعاد يمكننا تحديد موقع أي شيء حولنا باستخدام ثلاثة أبعاد مكانية وهي الطول والعرض والارتفاع لكن لوصف أي حدث بشكل كامل لا يكفي معرفة أين بل يجب أن نعرف أيضا متى حدث ذلك وهكذا يصبح الكون رباعي الأبعاد إن البعد الرابع الزمن هو الامتداد الرياضي لكوننا ثلاثي الأبعاد لكن كيف أصبح الزمن بعدا؟ وهو لا يقاس بالأمطار بل بالدقائق والثواني يبدو غريبا وغير مألوف ومع ذلك فالزمن مكون أساسي للكون الذي نعيش فيه أساسي مثل الأبعاد المكانية الأخرى في الواقع الزمن عنصر لا ينفصل عن الفضاء ولهذا السبب يشير الفيزيائيين إلى هندسة الكون ليس على أنها مجرد فضاء بل زمكان كيف نشأت فكرة الزمن كبعد؟ وكيف يمكننا تصور هذه الأبعاد الأربعة بشكل أفضل؟ وما هو قانون الحفاظ على السببية؟ هذا ما سنكتشفه في حلقة اليوم في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي أدرك العلماء أن هناك تناقضا محيرا بين نظريتين راسختين كانتا تصفان سلوك الكون بدقة الأولى هي قوانين نيوتن للحركة التي حكمت فهمنا للميكانيكا لقرون والثانية هي معادلات ماكسويل التي وصفت زواهر الكهرباء والمراضيسية بنجاح باهر كان جوهر المشكلة يكمن في سرعة الضوء تنبأت معادلات ماكسويل بأن الضوء ينتشر كموجة كهرومانفسية بسرعة ثابتة تبلغ حوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية في الفراغ ولكن وفقا لقوانين نيوتن كان يبتخذ أن سرعة الضوء يجب أن تكون نسبية أي أنها تتغير اعتمادا على سرعة المراقب هذا التناقض كان لغزا محيرا اعتقد معظم العلماء حينئذ بمن فيهم ماكسويل نفسه أن قوانين نيوتن هي الصحيحة وأن معادلات ماكسويل قد تحتاج إلى تعديل أو أن هناك وسطا خاصا يعرف بالأثير ينتقل فيه الضوء وتختلف سرعته بالنسبة له جاءت تجربة مايكلسون ومورلي في عام 1887 لتغير كل شيء لقد صمموا تجربة بالغة الدقة لقياس سرعة الضوء في اتجاهات مختلفة بالنسبة لحركة الأرض حول الشمس وتوقعوا أن تظهر اختلافات في السرعة نتيجة حركة الأرض عبر الأثير المفترض ولكن النتائج كانت صادمة وغير متوقعة على الإطلاق سرعة الضوء لم تتغير بسبب حركة الأرض لقد كانت هذه التجربة من أهم التجارب في القرنين الماضيين وظل حل هذا اللوز لأكثر من أقدم من الزمن هنا يتدخل ألبرت أينشتاين وهو في سن السادس والعشرين بفكرته الثورية في عام 1905 لم يقترح أينشتاين تعديل معادلات ماكسويل بل عدل في قوانين ميوتن لقد قرر أن سرعة الضوء لا تتغير في أي إطار مرجعي وأنها ثابتة لجميع المراقبين بغض النظر عن حركتهم أو حركة المصدر بعد أن أدركنا النتائج المذهل للنظرية أينشتاين في النسبية الخاصة وكيف أنها جعلت الزمان والمكان نسبيين قد يخطر ببالكم سؤال وهو إذا كان أينشتاين هو من اكتشف هذه الألاقة الجديدة فلماذا ينسب الفضل في مفهوم الزمكان لهيرمان من فوسكي والإجابة تكمن في قصة مثيرة توضح كيف تتكامل الاكتشافات العلمية في عام 1905 نشر ألبير أينشتاين نظريته النسبية الخاصة هذه النظرية تقدمت وصفاً دقيقاً لكيف تتغير قياسات الزمان والمكان عندما يتحرك المراقبون بسرعات مختلفة لكن أينشتاين في البداية فكر في نظرية النسبية الخاصة على أنها مجرد تحويلات رياضية ضرورية لضمان ثبات قوانين الفيزياء وهنا يأتي دور الابقر هيرمان من فوسكي الذي كان أحد أساتذة أينشتاين في الجامعة سابقاً عندما اطلع من فوسكي على نظرية أينشتاين لم يرى مجرد معادلات بل رأى شيئاً أعمق بكثير لقد أدرك أن هذه النظرية لا تصف تغييراً في قياسات المكان والزمان المنفصلين بل تصف هندسة كونية جديدة تماماً كانت رؤية من فوسكيه أن المكان والأبعاد الزمانية لأينشتاين لم تكن منفصلة بل هي أجزاء من كيان رباع الأبعاد موحد لقد صاغ مقولته الشهير عام 1908 والتي أصبحت أيقونة في الفيزياء حيث قال من الآن فصاعداً فإن المكان في حد ذاته والزمان في حد ذاته محكوم عليهما بالتلاشي ولن يحافظ سوى نوع من الاتحاد بين الاثنين على حقيقة مستقلة هذا الاتحاد هو ما أطلق عليه اسم الزمكان لذا أستطيع أن أقول إن أينشتاين هو من اكتشف القوانين التي تفرض هذا الاتحاد بين المكان والزمان لكن مينوفيسكي هو من كشف عن البنية الهندسية لهذا الاتحاد ووضع مفهوم الزمكان ككيان رياضي ملموس لقد قدم مينوفيسكي الإطار الرياضي الذي جعل من الممكن تصور وفهم النسبية بطريقة أكثر وضوحاً وأكثر شمولية وهو ما ساعد أينشتاين لاحقاً في تطوير نظرية النسبية العامة لتصور هذه الأبعاد الأربعة والتي تبدو صعبة على أدمغتنا التي اعتادت على الأبعاد الثلاثية سنقوم بتبسيطها إلى ثلاثة أبعاد بعدين للمكان وبعدين للزمان يمكن تمثيل هذا بمخطط الزمكان ولتوحيذ الوحدات بين الزمان والمكان اقترح مينوفيسكي ضرب الزمان في سرعة الضوء لتصبح سيفتي ليصبح الزمن متمثلاً كطول على هذا الرسم البياني يمثل الجسيم الثابت كخط عمودي موازل المحور الزمني لأنه يتقدم في الزمن دون أن يتحرك في الفضاء وهذا ما يسميه مينوفيسكي الخط العالمي للجسم أو بالإنجليزية World Life إنه المسار الذي يتخذه الجسم عبر الزمكان أما الجسم المتحرك بسرعة ثابتة فيصور كخط قطري لأنه يتحرك في الفضاء والزمان معاً وكلما زادت سرعة الجسم زاد ميل الخط العالمي نحو المحور المكاني والجسم المتسارع يمثل بخط منحني مما يعكس تغير سرعته يمكننا تخيل الزمكان وكأنه كوما لا نهي من اللقطات أو الصور الفوتوغرافية للكون حيث تمثل كل لقطة اللحظة زمنية معينة وعند ترتيبها نحصل على تمثيل للزمكان ككل دعونا نستخدم تشبيها أكثر تفصيلاً في حياتنا اليومية نشاهد الأفلام التي تتكون من سلسلة من الصور الثابتة أو الإطارات التي تعرض بسرعة متتالية لتعطينا إحساساً بالحركة كل إطار من هذا الفيلم يمثل لقطة ثابتة لما يحدث في لحظة زمنية معينة فإذا توقف الفيلم عند إطار معين فإنك ترى صورة ثابتة لكل ما هو موجود في مشهد معين في تلك اللحظة هذه الصورة تحتوي على الأبعاد المكانية الثلاثة الآن تخيل أنك لا تشاهد الفيلم على شاشة ثلاثية الأبعاد بل يمكنك أن ترى جميع الإطارات معروضة في نفس الوقت مكدسة فوق بعضها البعض وكل إطار أو لقطة تمثل لحظة زمنية متتالية للكون ثم تخيل أننا أخذنا هذه الشرائح الزمنية وقمنا برصها فوق بعضها البعض بترتيبها الزمني اللقطة التي حدثت قبل قليل توضع أسفل اللقطة الحالية واللقطة التي ستحدث بعد قليل ستوضع فوقها هذه اللقطات ليست مجرد تكديس مادي بل هو دمج للبعد الزمني مع الأبعاد المكانية الزمن هنا لا يتدفق عبر اللقطات بل هو البعد الذي توص عليه اللقطات عندما تجمع كل هذه اللقطات معا فإنك تشكل كياناً رباعي الأبعاد هو الزمكان في هذا الكيان لم يعد الجسم موجود في نقطة مكانية بل أصبح له مسار أو خطاً عالمياً يمتد عبر الأبعاد المكانية والزمنية هذا الخط هو مسارها المكان عبر الزمن فلو كنت ثابتاً في مكانك فإنك لا تزال تتحرك عبر الزمن خطك العالمي سيكون خطاً مستقيماً يمتد عبر كومة اللقطات هذه موازياً لمحور الزمن أما إذا بدأت في المشي إلى اليمين فإن خطك العالمي سيميل قليلاً ليظهر أنك تتحرك في الفضاء إلى اليمين بالإضافة إلى تقدمك في الزمن وأما إذا تحركت إلى اليسار فإن خطك العالمي يميل إلى اليسار وكلما زادت سرعتك كلما زاد ميل الخط العالمي دعونا نتخيل الآن أننا نشعل مصباحاً في مكان ما في هذا الفضاء ثناء الأبعاد وذلك للتسهيل البصري ونسمي هذا الحدث ألف سينتشر الضوء في جميع الاتجاهات مع مرور الوقت مكوناً شكل مخروط هذا المخروط هو ما يطلق عليه من فسكي مخروط الضوء جوانب هذا المخروط تميل بزاوية 45 درجة هذا لأن الضوء يسافر دائماً مسافة محددة في فترة زمنية معينة في ثانية واحدة يسافر الضوء 300 ألف كيلومتر وفي عام واحد يسافر الضوء سارة ضوئية واحدة حوالي 9.5 تريليون كيلومتر إن ميل الخطوط العالمية للجسرمات داخل مخروط الضوء يجب أن يكون أقل من ميل الخطوط الضوء أي أقل من 45 درجة لأن لا شيء يمكن أن يسافر أسرع من الضوء ومهما فعلنا فإن مسارنا يظل مخصوراً داخل مخروط الضوء ومن المستحيل الهرب منه أو تجاوزه الآن إذا كان الشخص يقف ساكناً ويراقب الضوء ستكون هناك نقطة على هذا المخروط حيث يتقاطع خط عالمه مع مخروط الضوء سنعتبر هذا التقاطع هو الحدث ويمكننا تسميته بالحدث با حيث يمثل الحدث ألف لحظة انتشار الضوء وأما الحدث با فهو لحظة رصده من قبل الشخص الواقف لذا فإن مخروط الضوء يمثل جميع الأحداث المستقبلية في الزمكان التي يصل إليها الضوء من حدثه الأول ألف في مخططات مثل هذه سترى أحياناً مخروطاً معكوساً هذا يمثل مخروط الضوء الماضي ويمثل جميع الأحداث الماضية في الزمكان التي تصل إلى الحدث ألف يمكن أن يكون الحدث ألف أنت هنا والآن فإذا كنت في الفضاء في أي لحظة من الزمن فسيكون كل ضوء النجوم التي وصلت إليك هي مخروط الضوء السابق للأحداث التي تصل إليك في لحظة معينة من الزمن وكلما نظرت بعيداً كلما نظرت إلى الماضي أما النقاط الموجودة خارج هذير المخروطين الضوئيين مفصولة سببياً عن الحدث ألف مما يعني أنه لا يمكن أن تصل إليك أو أن تصل إليها عن طريق الحدث ألف إن المخروط الضوئي ليس مجرد تمثيل هندسي بل هو مفهوم حيوي لفهم بنية الكون في النسبية فهو يقيد العلاقات بين السبب والنتيجة أو ما يعرف بالسببية وبالإنجليزية على سبيل المثال إذا حدث انفجار مستعر أعظم بعيداً عن الأرض فإن هذا الحدث لم يؤثر علينا حتى يصل مخروط الضوء الخاص به إلى الأرض قبل ذلك لا يمكن لأي معلومة عن الانفجار أن تصل إلينا لأنه لا يمكن لأي شيء أن ينتقل أسرع من الضوء لن نتمكن من الرؤية أو الشعور بهذا الانفجار إلا بعد دخولنا إلى مخروطه الضوئي الأحداث خارج مخروط الضوء الحالي الخاص بنا لا يمكن أن تؤثر علينا في هذه اللحظة ولا يمكننا أن نؤثر عليها في عالمنا اليومي نفهم السببية بشكل بديهي لكل تأثير سبب يسبقه لا يمكن أن يظهر التأثير قبل سببه لكن مع نسبية الزمان والمكان كيف تظل السببية محفوظة؟ الجواب يكمن في مخروط الضوء التي تحدثنا عنها سابقا ومبدأ أن لا شيء يمكن أن يسافر أسرع من سورة الضوء يمثل مخروط الضوء المستقبلي جميع الأحداث في الزمكان التي يمكن أن تتأثر بحدث معين والعكس صحيح بمعنى أن مخروط الضوء المعضي يمثل جميع الأحداث التي يمكن أن تكون قد أثرت على الحدث الحالي أي حدث يقع خارج مخروط الضوء لا يمكن أن يكون له علاقة سببية بالحدث الأصلي لأنه سيتطلب انتقال أسرع من الضوء على الرغم من أن المراقبين المختلفين قد يختلفون حول تزام حدثين إلا أنهم سيتفقون دائما على الترتيب السبب للأحداث بمعنى آخر إذا كان حدث ألف هو سبب لحدث با فإن جميع المراقبين سيتفقون على أن الحدث ألف حدث قبل الحدث با وأن با يقع ضمن مخروط الضوء المستقبلي لألف لا يمكن لأي مراقب أن يرى النتيجة قبل السبب موضوع الحفاظ على السببية هو ركن أساسي في فهمنا للواقع ومنطقية الكون إن مخارط الضوء تفرد هيكلا سببيا عز مكان يضمن أن الأحداث تتبع بعضها بترتيب لا يتغير بغض النظر عن حركة المراقب وهذا يمنع أي مفارقات زمنية ويضمن أن الكون يعمل بطريقة متسقة ومنطقية لقد غيرت نظرية أينشتاين في النسبية بدعم من رؤية مينوفيسكي للزمكان فهمنا للكون بشكل جذري لم يعد المكان والزمان كيانين من فصلين بل أصبحا نسيجا واحد إنه يظهر لنا أن الواقع الذي نختبره هو أكثر تعقيدا وتداخلا مما كنا نتخيد وإن أعمق أسرار الكون قد تكمن في طريق التشابك المكان والزمان الرحلة لم تنتهي بعد ففي حين النسبية الخاصة تصف سلوك الزمكان في غياب الجاذبية جاءت النظرية النسبية العامة لأينشتاين لتخبرنا كيف تقوم الكتلة والطاقة بالثاني هذا النسيج الزمكاني وهو ما نختبره كجاذبية إن أعجبتكم الحلقة فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وحتى موعدنا مع الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته